باسمنا عزوار جاء بعيدة أفكار نحن نقش نقطتين اثنين أول شيء نقوله في هذا السياق أن هذا المشروع الذي تقدمنا وعرضه لنا الوزير الأول لا يوجد ضوابط لا يوجد محدد بوقت ومواعيد معنا أنا كنت أتمنى أن يعطينا مواعيد معنا لكي نقدر ونحن يمشي عند الشاب ونقول لهم في هذا الوقت بالضبط سيتم المشروع الفلاني وفي هذا الوقت نقدر ونقضي هذا من جهة من جهة ثانية الفكرة تعلجوا إلى التموين الغير تقليدي بالنسبة لنا كجبهة المستقبل أنا نقوله لازم نتريثوا ولازم نسمعوا الخبراءنا نسمعوا للتقنيين تانا لأنهم أكيد يحوثوا عن المصلحة تالبلاد كما نحوثوا لنا كنواب كشعب كأمة إن الجزائر هذه سفينة إذا غقتنا نغقوا كل وليس يقعد واحد يعيش في بلاد أخرى وليس يقبلك في بلاد ثانية لذلك نقوله هذه الفكرة الجددة التي جاءت نقوله ممكن نبتعدوا عن الاستدانة لكن نشوفوا وشه حتجيبنا حتجيب لنا أمور أكثر وأكبر الأمور لي حتجيبها حتجيبنا تضخم في المال وإذا كان عندنا التضخم حيكون الفقر حلحقوا الأمور احنا في غناء عنها إذا كان هكا احنا جبالة المستقبل هنقوله كينا حلول ثانية كينا أمور ثانية قدرنا نمشيوا بها نمشيوا مثلا بالفكرة هذه لدتها لتركيا احنا روحوا نمثلوا نفسنا بي اليابان احنا ما نمثلوا نفسنا بأمريكا احنا ما نشكي مهومة ما نشكي مانجلطة نشبهم فى الاقتصاد عندنا نفس الأملة تاحهم عندنا نفس التقنيات تاحهم من كنم الأمور يمشيوا بها احنا عايشين فى البيوقة العاطية يعني كي نجيروا باش نشبهوا برواحنا نشبهوا برواحنا بدون نقدوا اننا نمشيوا كما هي مثلاً لفكرات تركية واشدار فكرات تركية احكم دار عملة جديدة قالوا الناس تفرضت اليها لانها رقوس الاموال انها تمشي تحط الاملتها وتغيرها انت الباح سيد رئيس الوزراء قلت بيئي خمسين بالمئة من اموال تلك الجزائران في السوق الموازية اتخذ قرار شجاع امشي سيد رئيس وقدم هذا تقول لهم احنا نغير الاملة الناس تضطر اضطرار انها تجيك تضطر انها تحط اموالها في البنوك وبهذا الطريقة احنا نخرجوا من الازمة احنا نقولوا سيد رئيس تريثهم جبهة المستقبل تقول لكم تريثهم اسمعوا الخباء مازال يقدمنا الوقت والجزائر مازالت بخير ورجالها والشاب نهارك يتعطيهم الحقيقة احيمشي معاه مكانش يحب الجزائر غير جزائريين والمواطن البسيط هو اللي يحب الجزائر بل يعشق الجزائر تفضله بين ولده وبينه يقول لك نائم نحب الجزائر هذه بالنسبة لبرنامج الحكومة انا عندي خمس دقائق لازم نحكي الى ولايتي ولاية باتنا احنا نقول برنامجكم نعم جاء فيه مجموعة من نقاط ونحييها قلتوا بيري عندنا رح تتمشيوا في كل المجالات انا حاليا احنا نتكلم على بعض المجالات في برنامجكم تقولوا بيري الكهرباء اخي مغطية في الجزائر نسبة 99% سيد الوزير عذرا اذا كانت في الجزائر مغطية 99% كهرباء وش مانا مش التاسع في رأس مغطية اذا كنا نقولوا المياه وتكلمنا عن المياه وهي عنصة ومهم يمشي بيها شغيان المجتمع مع الشعوب عندنا عدة اماكن ما فيهاش الماء نفكرك على سبيل المثال الحصر اسمومي شعبة عمار في ولاد السلام عندنا كذلك بلدية مرمانة كامل تاني من هذا الشي عندنا ولاد حغزة في واد المالي عندهم ست شهر مجدد خمش قطعة عمار مش بالعشر يار ست شهر مجدد خمش قطعة عمار كذلك إذا تكلمنا عن الغاز الطبيعي نقولوا الحقنا نسبة الوطنية 50% كفال الحقوة 50% كيين بعض البلدية لحد الآن مزر 17% من هؤلاء السلام هنشيرة يفوت عليها بعيدة لها 10 أمطار هنشيرة في مرمانة ما عندهاش وش ما عندهاش ما عندهاش الغاز الطبيعي يفوت عليها 10 أمطار بيناتهم نشي وعند شعبة مكانش تندا في رأس العيون أماكن اللي يضطر فيها متأكدة من كلمتين وكل ما فيهاش الغاز الطبيعي لعاد الآن مستعمل وعاد واجب انه يكون هنضر بسرعة عندنا الشباب الباحث كلمتوا عن عقود ما قبل التشغيل عقود ما قبل التشغيل ما هيش حل لانه حل المؤقت والشاب موسح يقدر يعيش ب800 الف وما يقدرش يزوج ويخرج منه بالحياة الطبيعية بـ 18 و 15 مئة نحكي نحل التبطوقات نحن عود نرجع للطلقات المهترية عندنا كل من شيء لين مر مروانا عندنا عينا حفصة في تلخمت عندنا منطقة عديدة وانا نعنيو إذا تكلمنا كذلك على الأمور المجمدة في باتنا عندنا المطار المطار اهتموا به إذا تكلمنا كذلك شكرا السيدة بس نعزوار الكلمة الآن